إذن شرعت إسرائيل في بناء جدار جديد هائل فوق الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة هذا الجدار تقول تل أبيب أنه يهدف لمنع أي عمليات تسلل من قطاع غزة لمناطقها ويتوقع أن يرتفع 6 أمطار فوق الأرض كما يتوقع أيضا أن يتبع مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كم يتم بنائه لمنع خطر بناء الفصائل الفلسطينية في القطاع أنفاقا عابرة للحدود وعند طرفه الغربي يتصل الجدار بجدار آخر بحري محصن فوق مياه المتوسط يتم العمل عليه لمنع الفلسطينيين من شن هجمات عبر المياه الجدار سيكون خرسانيا وسيزود بأجهزة استشعار وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية وزارة الدفاع الإسرائيلية تصف الجدار بالهائل والقوي بشكل خاص وتقدر وسائل إعلام إسرائيلية أيضا أن مشروع بناء هذا الجدار سيكلف 833 مليون دولار وليس هذا الجدار الأول الذي تبنيه إسرائيل حيث شرعت عام 2002 ببناء جدار الفصل في الضفة الغربية بطول أكثر من 700 كيلومتر عند اكتمال بنائه وبارتفاع يصل إلى 9 أمتار في بعض المناطق محكمة العدل الدولية قضت عام 2004 بعدم قانونية الجدار مطالبة إسرائيل بهدمه وتعويض الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر